اشتركوا في القناة والسعادة عضاء مجلس الأمناء بالمصادقة على جدول أعمال المجلس واعتماد التقرير المالي والإداري للمركز بالإضافة إلى مناقشة أهم البرامج والأنشطة التي سيقوم بها المركز خلال العام المقبل واستعرض المجلس في جلسته الخطوات الإيجابية التي يقوم بها مدير المركز والقائمين عليه في نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف والمساعدة أوبا لكافة الدول الأعضاء في مساندة هذه الخطوات الجدير بالذكر بأن المركز الثقافي الإسلامي في لندن ومنذ تأسيسه في العام الف وتسعمائة واربعين يعد من أوائل المؤسسات الإسلامية في لندن ومن أقدم المراكز الثقافية الإسلامية في أوروبا حيث يقوم بدور مهم في مجال تعزيز الحوار والتفاهم بين المسلمين وغير المسلمين ونشر الثقافة الإسلامية واللغة العربية في بريطانيا ويجتمل على مرافق عدة من أهمها المسجد الذي يتسعى خمسة آلاف مصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر